سلام 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 تلوان ان شاء الله تكونوا بخير يمجي تكم فيديو جديد لفيديو تالي مقبل مدى وانا احبك في حالة انضموا معي القناة ونحن الشعب الجزائري ككل متتبعيكم بمناسبة اول نوفمبر الله يرحم الشهداء وانتمنى منكم كل انكم تدعو لشهداء الوطن وشهداء غزة باذن الله الهنايا قبل ما بدأوا الفيديو لا تنسوني اشباركم وانتحلو كمانتوما وبينسير الصلاة والسلام على رسول الله هدرنا على بيت الخزين هدرنا على تحديات رمضان هدرنا على تحديات العيد ولكن مازلنا الى اليوم لاحقونا دائم 13 كما هادو اللي دائمان يقولوا لي بلي الشهرية متكفيناش مالكي نخوصوا تخيط خيبين الله يبارك هنا ندقو نقوص الخطر ونقولوا لازم عليكم انكم تعاودوا ترتيب اولوياتكم دائمان عاود نعطيكم حاولت كل مرة مالكي يدرت فيديوهات مثل هذه من قبل ولكن كنشوف عباد مازالهم يعني يحصلوا في تصرف بالميزانيات تحهم هنعطيكم اهم الخطوات لتخليكم ان الميزانيات تحكم تعرفوها من الشهرية يعني تعرفوا وين هم يروحوا يعني اموالكم وين هم تخسروا اموالكم وين راهوا المشكلة في التقسيمات التحكم هدا اذا كنتوا تعتمدوا اصلا تقسيم على بيها هنعطيكم بعض الافكار الميزانيات ليس من واحد ولا زوجي يلاحقوني هنا اوبيان هنا في اليوتيوب وفي صفحتي على الانستغرام دايما لحقوني الميزانيات قولوا لي رانا حاصلين ما عرفتش نتصرف قسمينات شهرية رانا نخصو 15 مليون 13 مليون 8 ملايين 6 ملايين يعني ديسام كبار وما لقيتوا قولنا ما تكفيناش ما درنا بيها ولو الحاجة الاولى اللي دايما ننسحكم بها اذا انتمو ما بينسوغلكم من هادو العباد يعني الاسرال هم هكا نتمنى انكم تحطوا لي في اليكم وانتغ على هاكو شايفين بليد شهرية تاكم ميش تكفيكم او اسكو بسبب الغلاء وبيا اراكم بسبب انو انتم عرفتش تتصرفوا فيها الحاجة الاولى اللي احنا هدروع لها هي انكم كنستخرجوا الشهرية ودائما نقولها لكم من اهم القواعد اللي نعتمدها انا بس كنت ادوكم نقول لكم دفعا كان فرق ما بين واحد شهرية وما تكفيش على طول العام والكين واحد ساعة ينجح في التقسيم ساعة لالة هنا يعني كان تفاوت ولكن انو انسان على العام شهرية وما تكفيش تكملو شهر هنا احنا نقول ليو يعني في تساؤلات كبيرة هاجة الاولى اللي نقول لكم عليها انكم مغيت تجبدو لها بيتاكم لا بونكم لا بوست يعني مدير الشركة من اي جهة لازم عليكم مباشرة تفيدوها للبيت مجزوا لا اسواق لا مرشيات لا قضيان لا والو طوحوا مباشرة للبيت حاجة الاولى انت بدو تقسموها اهم ضرف لحيكون الصدقة الصدقة قادرة تكون مال قادرة تكون اكل قادرة تكون لباس اي حاجة قادرة تستقو بها استقو بها بنية البركة بالنسبة للتقسيم المعتمد تتعكم حاولوا انكم تشوفوا له تغييرات لا راني في التقسيم هذا لننفشل يعني حاولوا تغيره مش شفت هذا التقسيم واني به نقعد نكمل به طلحياتي التقسيمات تتغير على حساب الغلاء الحساب يعني شهرية تزيد ولا تنقص والحساب مام يعني على حساب الاطفال لا تزيد ولا تنقص ولا تنقص دائما حاولوا هذه الطريقة دائما نقلكم عليها التقسيمات انكم نقول لكم الاضريفة انتم ما نشوفوا الاضريفة تخرج عليكم وتسحقوها الاضريفة ليست دعا تشروهات قد تخدمها كما نخدمها انا باوراقها كبسيطة الليسونسيال انكم تديروا الحاجة الأولى هي الفواتير التابتة تاكم بسكو الله كدو حت قسم الشهرية تاكم لازم لكم تديروا مصروفة تابتة حاجة متغيرة للنصاريف التابتة كما الفاكتشوه كما الفواتير كما الإيجار كما عندهم الكراكل وعندكم الاساسيات هادو كما طعام الأكل تاكم مصروف الأطفال هادو حاجة اساسية الخوضة الفواكه الخوضية الشهري أما الطوارئ هذا الظرف جد مهم يكون المستشفى ولا حاجة أخرين يعني ماذا كان يدير طوارئ ويخرجوا ولا يهني يسحقوا هذا كالظرف هادوك المصاريف هادوك إضافية للترفيه وللعطل هادوك تقدروا تستغنوا عليها في حالات معينة يعني مالك تحطوا فيه مئة ألف مني حاجة تنطم لكم من ناحية لحق العوطل وحاجة لحق الصيف تحكموا الأدري فتاكم تقسموا ميزانيات المطبخ على أربعة أسابيع شحال أنا يكفيني من أسبوع في الأسبوع شحال حيكفيني يعني نحاول اندي ميزانيات ميزانية هادك هي محددة يعني ما راح نكون فيها بالشح ما راح نشح على روحي وممتوك ما راح نصرف ونبدر يعني ندير توازن في المصروف التاعي أسكروا بعمية ألف تكفيني أسبوع للأسبوع الواحد ما بين لحوم وخضر ولا ما تكفينيش يعني هادي لازم نشوفها بسكور أحسب الأطفال ليالي حال عندي من طفل وثانيك لازم علينا نروح للقضيان الشهري دايما نقول لكم عليها وحق دوم يفوق 500 ألف يسيدي ما تفوتوهاش سميلو حشوبها المواد الأساسية ومباد ربي يجيب بالخير يعني كنكم الأسبوع الأول 400 أسبوع الثاني 400 أسبوع الثالث 400 أسبوع الثالث 400 أسبوع الثالث 400 ألف زائد 500 ألف تاع القضيان الشهري هادك هي نحاول اني نمشي بهذه الميزانية ونشوف على نجحت نجحت ما نجحت شهر اللي ملهيها شفت بلي عشت شوية تقشف عشت شوية يعني حسيت بلي كنت بزاف مزيرة لتما نزيد ندير 500 600 ألف قضيان شهري ونروح حسد 500 ألف أسبوع أو 500 أسبوع الثالث ثالث مرة يعني بهذه الطريقة لازم علي نقسم على حساب أنا عائلتي احتياجاتي احتياجات أولادي احتياجات الزوج يعني هاده هم الحاجات اللي نقول لكم عليهم دايما تتفوت من عائلة لأخرى ونتمنى من الفحلات ديولي انهم يحطوا لي دايما في الكومونتا تقسيمات اللي يعتمدوهم هكا باش اي واحد ياخد فكرة وبس كنحب الزل كنلقى نقاشات بالناء في الكومونتا انا قد نقولكم ديروا لي قاعد قلبوا وليسونسية تعمروا الكومونتا بالقلوب ساهاك واساسية قد ديروا لي يعني تجاربكم في الحياة وتحطوهم لي في الكومونتا واحدة اخر يحط معاكم ويقترح عليكم اقتراحات واحد يعمل اخر وتكون القناة عندها هدف معين اذا كانت هذه العائلة لا تكمل الشهرية يعني عندها نمط استهلاكي بثاف لازم عليها تخلص من كماليات حيث لا يعني نحاولوا ان اذا كان عندنا ديون دادات ولا نخلصوهم يعني نحاولوا ان كان شهريات رحنا اذا كان عندك ضرف كما ديون ولا كريدي عند الحانوت ولا حاولوا قدر الامكان تسددوا الديون يعني وضعوا دايما صورة الواقعة في البيت لان فيها بركة كبيرة بالنسبة لتحديد المبلغ تال الديخار انا دايما نقول لكم في حياتي لداخر تمر ما صرفت جامي الديخار اقتطعوه هذه اللي مكتبهاش عليكم يعني مكتبه عليكم ويقول لكم لطميته يروح الديخار لا لا الديخار يقتطع يعني تقيتش دي لابيت تحكمي لها السوم تع الديخار تنسيها هادو كتاع اللي قعد لكم مشهر هادو كتقدو يديره شحيحة باكزم تحديات الكارتنطن دانك بشلعي تزيده هكا ولا تحديات المشتيافة لبيت التاعك اما الديخار الحقيقي هو لا تقتطعه نحي مليون ولا سجملاين مربيت تاعك هادوك يا اخويا اديخار هذه الدنيا ترتيب يعني المصروفة التعلم حاجة الاساسية الاولويات ودايما دايما نحدد لكم انه عليكم ديروا جدول وجابات الجدول الوجابات انتبابك تشوفوا حاجة بسيطة ولكنه مهم هو لا يحدد لكم ماذا تشيروا ماذا تحتاجوها وماذا تحتاجوها وماذا تحتاجوها تشعروا امامكم على الاقل في الطاولات لا تنقصوا ميزانياتكم لا تقوموا بإدخال تشعروا بإدخال لكم لا يوجد مشكلة يعني ستلعى الاطفال بشدر عليهم يشعروا بالضرر الذي يجوز عليها الأولياء بانشان هذا يجب عليكم تقوموا بقائمة المشتريات تضعوا قائمة المشتريات تقسون ميزانية المطبخ تضعوا الادخال تضعوا مصارف الأطفال المصارف التابتة والمتغيرة والطارقة ثم بعد الشهر ستعرفوا القيمة المالية لكل ضرف التي تسحقوها بالضبط وتعرفوا اما ضرف الذي كان يديركم بزاف منع المال يعني تعرفوا اما ضرف الذي يصري لكم خلل بس كنت إذا ضعوا 13 مليون وضعتها في البلاكار كل مرة ومعرفة الزوجي اقصد لتعرفة 200 ألف ومن ثم نجد في كل السوق التي تجدوا بين السهرة ومن ثم لا يمكنك المواد الغذائية الأساسية تكملوا بها شهر ولكن المواد وكماليات هذه تجدوا بلغة كبيرة كثيرا الزوجي الزوجي للتحفيز منها ضرف التحديات ضرف تحديات كارتون رمضان نظرة نظرة مستقبلية كي نقول لك أنا أنه خلصت من ملايين ولا 9 ملايين ولا 10 ملايين وما درت بي همواله حاب يقول ما عنديش نظرة مستقبلية يعني مايش دايرة ضرف خاص بأهدافي مايش دايرة نظرة للأمام دايما أنا نقول لكم حاولوا تديروا التحديات كي مكرتون أنت رمضاني كان بالزهر يقولون لي ما زال على رمضان وشاكوا تهدرو على رمضان الناس ممش يقول لكم مايش نصومون اليوم أم يقول لكم أنا نوجدوله يعني أننا نوجدوله بتحديات معينة كل واحد وضروفه وكل واحد على باله وش يستهلك وش ما يستهلك وأسكوا يقدر أنه يحقق في شهر واحد يقدر يشيق القضية ذلك اللي يحتاجه لهذا أي واحد يكون عنده تحديات هذه أهم خطوة أنه هذا الإنسان راهو يقسم ولا راهو يمشي في الطريق الصواب إنسان اللي يقول لك أنا راني ديرا ديرا شعيحة هذا هو دير هدف أو يمشي على خطوات التسيير والميزانية التاعه مراهو شي تمسخر إنسان يقول لك أصرفت وعبك يروح فان دوما يقول لك زوجتها روح تجيب الكريدي من عند الحانوت ولا روح كريدي خاصة لعباء ولا هو يعني لا يحدث دائما في المرأة لكن هو هو الكريدي يقول لها خلاصة انكملوا بغي بالكريدي وحجبوك شبعة تدفل هدك وحجبوك وكملوا بهم لا سمانة هذا أهم خطر أنا بالنسبة لي هنا لازم دق ناقص الخطر تعصح لأنه خلاص سيمون هنا راكم بمعنى أنه درهمكم راكم تخدموا على كرشكم فقط بعشوائية هذك العيش بعشوائية هو لي لحقكم أنكم ما تقدروش ديروا تحديات ولا تفنصيوا في حياتكم ولا على الأقل أنكم يعني تلقاوا رفاهية في المعيشات التقسيم الأضريفة ولا الأسبوعي ولا كم حبيتهم يعني يعني خمسين خمسين ثلاثين عشرين خمسين تابيطة ثلاثين متغيرة وعشرين مدخارات ولا تعال أضريفة ولا أي قاعدة تتمدوها مش رح ينفع إذا كان الزوجين ما همش متفاهمين على هذا التقسيم ولا أنهم يبدوا يعني تقسيم جديد ولا أنهم يبدوا يقصموا شهريتهم لأنه إذا ما كانوا متفاهمين أنا نقول لكم بلي يجب أن يكونوا ورقة وستيلو على طاولة واحدة تتفهموا على أنكم تتعاونوا على تحدياتكم هذا الصعب لأنه الكريبان القابلي هذا صعب جدا أنه الزوج يتفهموا على حاجة واحدة ولكن حاولوا قدر الإمكان أنكم تعطوهم دافع لكن يجب عليكم أنكم تبدلونهم لمطاليتي لكي يكون عندهم ستوا هذوك الأزواج يحبوا دائما يعيشوا لليوم هذا كي أقول لك اليوم نصرف وغدا أمرهم هذك هذك لازم عليكم أنكم تحددوا له وعلى الأقل أنكم تددوا له يعني يعطيكم إدخارات يعني على الأقل إذا لم يحبش تقسيمة يعطيكم على الأقل إدخارات وهذوك ما تمسوهم مش كونوا يعني ساريمين فيهم ما تمدوهم مش حاولوا أنكم هذوك التحديات تاكم ولا الإدخار تاكم تكملوا بهم لمدة عام وبعد التوقيتهم ما ينصوهم كبيرة تديروها في كاش حاجة هذي دائما ننصحكم بها هنا يقولوا لي إذا عندي الحق ولا نو وشنو حاجة نسيتهم ولازم تفكروا يعني الفحلات اللي معايا نعرفكم كيف فحلات تعافوا التقسيم الشهرية وأرجعتوا يعني تعطوني انتو مالي كونسي هذيكم الصحة هذي هي ليكيبتها الفحلة دائما نفتخر بها هنا حقنا نهاية الفيديو ما الياغي نقول لكم فيديو القادم إن شاء الله حيكم بزيف شباب سباب شكرا